تشتركوا في القناة فعلا زي رجال زي تخطي لايك. بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف شرح يونت سبن الوحدة السبع من منهج كوننكت سيكس المنهج الجديد طبعا الدرس التاني. شفنا في الفيديو الاول شرح الدرس الاول واهم النقاط ويحلنا مع بعض اهم التمارين. ان شاء الله هنبدأ اللي هو الدرس التاني بعنوان زي يعني كانوا بيحبوا اللي هي الحيونات. زي ما تعودنا بنبدأ باهم الكلمات. عند كلمة معناه يحب بشدة. يبقى معناها لالحبوب او الغلة. مامي فايد مامي فايد جاي من كلمة اللي هي يحنط. يبقى هناك كلمة مامي فايد تيجي مع كلمة اني مالز مثلا يبقى معناها محنط وديت الصفة. ستاتشوز 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 اللي هي التمثيل. وزدم 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 اللي هي الحكمة. منكي 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 اللي هو الارض. كروكوديل 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 اللي هو التمساح. فالكون 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 اللي هو الصقر طبعا ده نوع من أنواع القروض اللي هو طائر أبو منجل أحد أنواع الطيور نروح لإكسترا بوكاب عندي كلمة اللي هو فرس النهر اللي هو الفقر اللي هي عموما حيوانات أليفة particularly 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 معناها خصوصا بيستس 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 خلي بقلك علشان قريبة قوي من كلمة بتس يبقى ديت اسمها بيستس 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 popular 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 اللي هي مشهور تسوي كلمة نون أو كلمة famous represent 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 معناها يمثل أو يرمز إلى أو يشير إلى dangerous 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 بمعنى خطير وخدنا طبعا عكسها كلمة safe اللي هي آمن نخبرنا من الكلمة ديت اسمها close 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 اللي هو الأماش وطبعا ديت اسم لا يعد knowledge الكيهنة silent ما بنطقهاش knowledge 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 اللي هي معرفة decision 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 اللي هي قرار سمح حد شاطرات بقول لي يا مستر كلمة ديت أنا عارف إن أجيب معها الفعل make يبقى اسمها make a decision أو make decisions معناها يتخذ قرارات هقوله bravo عليك صح عندي كلمة alone 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 يعني بمفرده يعني لوحده after life after life after life اللي هي الحياة بعد الموت أو الآخرة common 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 اللي هي شائع important important اللي هي هام أو مهم tom 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 ملاحظ حاجة طبعا إن البي silent منطقهاش يبقى كلمة tom 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 include 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 يشمل أو يتضمن turtles 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 اللي هي السلاحف birds 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 اللي هي الطيور seeds 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 اللي هي البزور bread 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 اللي هي الخبز كلمة flower 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 اللي هو ال دي نروح بعد كده لي words and meanings اللي هي الكلمات ومعنى اللي هي التعريفات أو definitions عندي كلمة جرين قلنا اللي هي الغلة معناها seeds اللي هي الحبوب أو البزور from plants اللي جاء من النباتات used to تستخدم make flower عشان نعمل منها دي and bread اللي هو الخبز كلمة adored معناها أحبه بشدة معناها loved يعني كثيرا كلمة wisdom اللي هي الحكمة معناها يبقى using knowledge اللي هو استخدام المعرفة أو المعلومات to make علشان ها نقرر كلمة بقى مهمة جدا make good decisions خلنا طبعا كلمة decisions اللي هي لإيه قرارات يبقى هنا طبعا معها الفعل make كلمة mummify كفعل معناها يحنط يبقى معناها to cover وده كان الفرعنا بيستخدموها زمان to cover in يعني يغطي حاجة be oils ليزيوت and close اللي هو القماش اللي هي بقى to be reserve كلمة مهمة جدا بمعنى يحفظ for a very long time لفترة طويل كلمة statue اللي هو التمثال معناها an object يعني شيء made of مصنوع من stone للحجارة or another material طبعا كلمة material بمعنى مادة خام to look like بمعنى تشبه يعني اللي كي تشبه a person لو شخص or animal اللي هو احد الحيوانات نروح بعد كده لتصريفات الافعال عند regular اللي الافعال المنتظمة الاول believe believe believed believed produce produce produced 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 adore 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 mummified 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 طبعا هننا بنشيل الواي ونحط i-e-d يبقى believe believed produce produced adore adore mummified mummified بمعنى يحنط نروح للافعال غير منتظمة keep kept eat eat find found fall fill grow grew تاني keep kept eat eat find found fall fill grow grew طبعا بمعنى يزرق او بتجيب معنى ينمو نروح لأهم الاكسيبرشنز اللي هي تعبيرات المهمة في الدرس اللي هنشوف التكست بتاعه دلوقتي طبعا كلمة look after بمعنى يعتني بي تسوي كلمة take care of keep safe معنى هيحفظ او يجعله اامنا free of تعبير مهم جدا وهنشوف ومعنى خالي من يعني فاضي مفهوش الحاجة دي important for معنى هام او مهم لي as will as معنى بالاضافة الى ودائما نجيب بعدها اسم او فعل زاد i-ng تعبير مهم represent وان معنى يرمز لي wisdom اللي هي الحكمة everyday life اللي هي الحياة اليومية of course معنىها بالطبع طبعا ليه معنى يس او ان شخص موافق على الشيء يبقى بنقول كلمة of course بمعنى بالطبع نروح بعد كده ليه التكست الخاص بي reading بقول what was the ancient egyptians طبعا نخلنا كلمة ancient egyptians لما القدماء المصرين favorite animal كلمة favorite animal اللي هو الحياة ونرقيه المفضل بقول the ancient egyptians لقدماء المصريين loved كانوا بيحبهم ممكن اشيلها وحط مين adored شطار animals اللي هي الحيوانات and kept many من هنا يعني الكثير من الحيوانات ديت as bits كحيوانات ايه alifة they ها مين زي ديت يا شطار صح اللي هو ما الانشنت ايجيبشنز particularly خصوصا او تحديدا adored كانوا بيحبوا جدا cats للقطط and there was a cat وكان دايما عندهم a cat in almost every house يعني كل بيت في مصر القديمة تقريبا كان عنده a cat the ancient egyptians believed كانوا بيعتقدهم that cats ان القطط ديت looked after them بتعتني بيهم and تعبير بقى مهم جدا kept them safe بتحافظ على امنهم او بتحفظهم they were also good bits زي هنا المقصوب بها مين الكاتس بقى good bits يعني حيوانات اليفة كويسة ليه because they clean themselves يعني بينظفوا نفسهم بنفسهم وكمان and they kept the houses اللي هي المنازل تعبير مهم خدناه free of bits كلمة free of bits اللي هو خالي من الآفات او الحيوانات الضرة like زي rats اللي هي الفيران and stinks اللي هي السعبي this was particularly دا كان حاجة خاصة بقى مهمة important for مهم لي farmers اللي هم الفلاحين who produced اللي كانوا بينتجهم a lot of grain للكسير من الغلال او الحبوب the mice احنا عارفين ان الميس كانت بتاكل الغلال ديت طب وجود القطط يبقى هاي يمنع الميس ان هي تاكل المحصول بتاعهم didn't eat the grain because the cats ate the rats طب السؤال التاني بيقول what other animals يطلق ايه الحيوانات الاخرى did the ancient Egyptian keep كيب هنا بمعنى يربي يعني ايه الحيوانات اللي كانوا برضو بيربوها او كانوا بيحبوها as وال as قلنا معناها بالاضافة ايه لا بجيب عليها اسمها او فعلي زياد i n g cats بالاضافة للقطط many people kept monkeys كانوا بتحفظوا بيه القروض او بيربوه القروض and pappons نوع من انواع القروض اللي هو قروض البابون some people even kept بعض الناس حتى كمان كانوا بيه يربو crocodiles تماسيح حتى الاصود طبعا في بعض الحيوانات بقى كانت ايه صعب انهم ما يهتموا بها او يربوها بشكل قوي زي طبعا كلمة يعني كانتش حاجات ايه مألوفة اوي او محبوبة السؤال التالت هل يطر المصرين القدماء كيب birds as bits as well هل يطرى كمان كانوا الطيور مهمة عندهم yes they did the ancient Egyptians loved birds too خلنا كلمة to هنا بمعنى ايه ايضا وبتيجي فيه الجملة المصبتة especially falcons للصقور and the eypes اللي هو ال eypes which represents كانوا بيمثل عندهم wisdom wisdom اللي هي الايه الحكمة there are southern of mummified كلمة mummified قلنا بمعنى ايه محنط ايبس يبس southern of mummified ipses in سقارة alone all these bits كل هزيه البتس اللي هي الحانات الايه الاليفة weren't only important for the ancient Egyptians everyday life مش كانت بس مهمة في حياتهم اليومية لا كمان they were also important in the afterlife يعني كمان كانوا بيعطلنا ايه هتكون مهمة في الاخرة او الحياة بعد الموت it is therefore common يعني كان حاجة شائعة او معروفة to find mummified bits and statues تماثيل of animals in the tombs اللي هي المقابر يعني كانوا بيحقنطوا بقى التماثيل او تماثيل لحيوانات وكلام ده كلاته وكانوا بيحطوها في المقابر مع الموت what animals يطرق الحيوانات are popular bits in Egypt today عرفنا في الماضي طب يطرق دلوقتي but today cats are still popular مازالة القطط حيوانات ايه مشهورة او معروفة في مصر دلوقتي in Egypt other animals that people keep في ناس بتحتفظ بحيوانات اخرى today include زي او تشمل turtles سلاحف fish asmaek birds الى الطيور which are of course much smaller يعني اصغر حجما and easier يعني سهل to look after نما يعتنوا بيها than popons اكتر من قروض and crocodiles طبعا التماثيل نروح بعد كده للتمارين الخاصة بlisten to نبدأ السؤال الاول اللي هو سؤال listening اسمع ويحط درع حوالين الاجابة الصحية طبعا زي ما تعودنا بنقرأ وبعد كده بنسمع وبنحط الاجابة نسمع listening بيقول last week i had a nice weekend i went to the park i went with my family we went on a boat ride we had lunch in a nice restaurant نروح لي السؤال الاول بقول last week i had a nice exam امتحان week end عطلة او نهاية الاسبوع بوك كتاب problem مشكلة طبعا يبقى هنا نحط كلمة week end سؤال التاني i went to the cinema ولا park ولا museum ولا zoo طبعا يبقى نحط هنا كلمة park we went on a space ride يبقى كلمة port ride we had lunch in a nice يبقى نحط كلمة restaurant اللي هو المطعم السؤال التاني سؤال الاختيارات بيقول cats are useful يوسفل اللي هي حيوانات اليفة subject اللي هي مواد دراسية colors اللي هي الوان طبعا يبقى هنا نحط كلمة bits اللي هي حيوانات اليفة space means معناها seeds اللي هي البزور from plants used to make flower and bread عشان بنصنع منها ال d و الخبز يطرى green اللي هي الغلة close وماش money المال green اللي هي اخضر طبعا يبقى هنا نحط كلمة green اللي هي الغلة i love it very much هنا كلمة love very much ونا يحب كثيرا يبقى dislike يقره hate يقره ادور ونا يحب بشدة او يعشق ولا miss يفوتوا طبعا يبقى هنا نحط كلمة ادور يبقى الاجابة رقم c two space objects object اللي هي الاشياء the ancient Egyptians قدما المصرين covered zim كانوا بيغطوها in oil and clothes اللي هو القماش في ناس قالت الاجابة من قبل ما نقول momify يحنط kill يقتل eat يأكل swim يعوم طبعا يبقى الاجابة كلمة momify my father my father is good at making good decisions يعني بياخد قرارات جيدة he has lots of يبقى يملك اولاديه يطرى money mail wisdom حكمة status تمثيل pearls tour اكيد طبعا يبقى كلمة wisdom اللي هي الحكمة cats keep houses free of بتخلي البيوت خائلية من space such as rats and snakes اللي هي صعبين يطرى business afat bird store flowers zoore socks اللي هي الشربات طبعا يبقى هنا هنحط كلمة business اللي هي الافات او حيوانات ضرة the ipis space wisdom يطرى represented كانوا بيمثل او يرمز لي eat يأكل sold يبيع missed يفوتو طبعا يبقى هنا كلمة represent انه يشير الى او يرمز الى space are made of stone يعني حاجة مصنوعة من الستون حجارة اللي هو الدهب تماثيل بوكس كتب ندرات اشجار طبعا سهلة للناس اللي حافظت الكلمات يبقى هنحط هنا كلمة اللي هي التماثيل جملة رقم تسعة وانه تحنيت الاشياء space them for a very long time يطرى preserve يحفظ miss يفوت lose يفقد kill يقتل طبعا يبقى هناك كلمة preserve بمعنى يحفظ bits were important للحنات الاليفة زي الكاتس كانت مهمة for space life and the after life خد بالك بقى عشان الشاطر اللي هيجاوب بالسؤال ده يطرى everyday ولا everyday ولا holiday ولا sunny day اكيد يا مستر holiday مش هتنفع وكلمة sunny day مش هتنفع اذا ده انت قررت كلمتين يا مستر اللي هي everyday و everyday هل يطرى انا قررت كلمتين ولا الجملة فيها فكرة طبعا الجملة فيها فكرة مهمة جدا وهسيب السؤال ده للبطل يحله في التعليقات اسفل الفيديو وخد بالك بقى everyday هيك everyday يطرى في فرق بالتنين اكيد يطرى ايه الحل بتاعنا ويطرى لو في فرق بالتنين اشمعنا هنفضل واحدة على التانية الشاطر ولا يحلها في الكومنتات نروح بعد كده للسؤال رقم تلات اللي هو read and complete the text with words in the box مديني free مديني after مديني pits مديني bestes مديني كلمة adored بول the ancient Egyptians اللي هو القدماء المصريين loved animals and kept many as pits they particularly space cats يبقى هنا احبو بشدة يبقى كلمة adored cats and there was a cat in almost every house the ancient Egyptians believed that cats looked اشتار نسألت الاجابة يبقى looked after اللي يعتني بي they were also good space because they clean themselves يبقى هي تطلع good ايه يا ترى كلمة pits ولا بيستس هل حيوانات اليفة ولا كلمة بيستس افات او حاجات ضرة لا يا مستر يبقى كلمة bits اللي هي حيوانات اليفة they clean themselves and kept the houses space of بيستس اخذناها تعبير على بعضه شطار نسألت الاجابة يبقى كلمة free of كلمة free of اللي هي خالي من يعني ما فيهوش اللي هي الافات او الحيوانات الدر نروح بعد كده لسؤال الترتيب مديني كلمة بيستس of free cats houses كيب طبعا هنبدأ بكلمة اللي تحتاخط اللي هي بتعتبر الفعل يبقى كلمة cats اهيت عايز فعلي يبقى كلمة ايه كيب تمام بتحفظ مين ها شطار يبقى كلمة houses مالها free of ونحط كلمة بيستس ونحط اللي بعدها يبقى هنبدأ بكلمة ايه وات ونحط مين bits يعني ايه هي الحيونات الاي الاليفة ونحط كلمة popular in ايجبت ونحط كلمة today الناس طبعا اللي قرت التكست معنا وفهمة الكلمات الجملة هتبقى سهلة بالنسبة يبقى بيستس ار popular in ايجبت توداي طبعا مديني كلمة two بيردس لفظ زي ايجبشنز وانشنز هنبدأ بي زي ودي كلمة انشانت على بعضها يبقى مين ايجبشنز تمام دي الفاعل عايزين فعلا شطار ها نسألت كلمة برافو طب حبوا مين صح يبقى كلمة بيردس ونحط كلمة two اللي هي ايضا يبقى زي ايجبشنز لفظ بيردس تو نروح لي السؤال اللي بعد كده اللي هو سؤال الترقيم بول زي ايجبشنز ادورد بيتس طبعا بداية الجملة كابتل ايجبشنز يبقى هنا اي بتاعت كلمة ايجبشنز وطبعا ديها الجملة يبقى نحط في الاخر full stop نروح لي سؤال البراجراف بيقول write a paragraph of about 50 words من خمسين كلمة عن من الموضوعات المهمة جدا جدا ومتوقعة فيه اللي حالا اخر السنة ان شاء الله فالركز فيه كويس مديني طبعا كلمة ومديني كلمة بيتس هنقول زي ايجبشنز اللي هما القدماء اللي ايه المصريين loved animals and kept them as بيت كانوا بيحبوا الانيمال وبيحتفظوا بيها كبيت they adored cats هنبدأ بقى نتكلم عن الكات very much جدا they believed كانوا بيعتقدهم that cats looked after بتاع تاني بي them and kept them safe وبتخليهم فيه امان they were زي المقصوبة اللي هي الكات also good bits because they cleaned themselves they also kept houses free of خدنا التعبير دوت على بعضه قلنا كلمة free of business يعني خالية من الافات like rats and snakes cats also helped كان بتساعد farmers اللي هما الفلاحين by eating mice كانت بتاكل ايه الفقران which tried to eat grain اللي كانت بتأكل الحبوب او الغلال برضو البرغراف دوت مهم جدا نقرأه كويس وشوفنا الترجمة بتاعته نحفظه كويس ونبدأ نكتبه ونكرره في الكتابة عشان يبقى سهل بالنسبة لنا وما ننساش الموضوع ان شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم مع شرح الجرامر الخاص بالدرس التاني اللي هو زمن اللي هو زمن الماضي البسيط ان شاء الله الملف بتاع الشرح اللي احنا شفناه دوت هنلاقيه موجود في الوصف اسفل الفيديو انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم اشتركوا في القناة